على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا إن شاء الله ما أطول على الناس ونوصي بوصية واحدة وهي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في صورة الكهف ربنا عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العلم قالوا وديل شرطين صحة قبول الأعمال إن العمل يكون لله ونمر اثنين يكون موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودي أخواننا دعوتنا بالراحة كده ناس الجايطين ويكوري نحن بندعوك لموضوعين الموضوع الأول كلنا نحن ما نعبد إلا الله براه الموضوع التاني ما نباري ولا نتبع إلا راجل واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الزلل بجوط إما تجوط على الدليل أو أنا أكون ما عندي دليل لو أنا ما عندي دليل ما عليك تجوط لكن أنا أبديك آيات وأحاديث وربنا عز وجل قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا شنو سمعنا وأطعنا دا كلام الله أمشي أفتح المصحف ولو ما اتبعت الكلام دا وما استمعت إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بعاقبك ويعذبك ربنا سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وربنا نزل شنو؟ القرآن وإلى الرسول عن السنة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ربنا قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فدك لم الله يا أخوان وربنا ما خلقنا كلنا إلا لنعبد الناس كلها حافظ الآية وما خلقت الجن والإنس إلا لجنوب إلا ليعبدون ونحن دعوتنا ديه ليه بنقول للناس عبدوا الله براه وما تعبدوا معه مخلوق لأنه ربنا خلقك وربنا رزقك وربنا بحيك وربنا بميتك وربنا أداك الشوف وداك السمع وداك الشم وتقدر تاكل وتقدر تهضم وتقدر تبلع وتقدر تمشي وتقدر تشيل وتقدر تعتل وتقدر ترفع كراعك فوق تركب إلى آخر سؤال براه حكذا عشان ما تكوري في مخلوق صالح ولا طالح بيسوي واحدة من الحاجات دي براحة لو عندك جيبوا لينا الآن في مخلوق قاعد في مخلوق الآن بيقدر يخلق ليه ويد ده ما كلامنا يا أخوان انت أصلاه متلف الدور وحيجوط وهابية وما وهابية ما في وهابية ذاته نحن بنقول لك كتابه سنة ولا أنصار سنة ولا صوفية ولا كيزان أخوان مسلمين ولا غيره ما تابعين لأي بشر إلا للرسول عليه الصلاة والسلام في متى الحاصل فدعوتنا يا أخواننا للناس انه أعبد الله براه وربنا قال كده ربنا قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم طيب ما ممكن زولي سأل يقول ليه نعبد الله ربنا جاوب ليه قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ربنا قال لك تعبدني ليه لأنه ربنا خلقك والذين من قبلك لعلكم تتقون ربنا قال لك في غير الله بيقدر يخلق غير الله سبحانه وتعالى بيقدر يخلق ما في ألا لشيوخ بتاعنا الطرق شعلوا حق الله الدول الأولية بتاعنا ما تزعل نشروه فيه كتب وقصائد وقالوا قصائدنا وكتبنا دي اللي بيمسك فيها تمام بيخش الجنة نحن نشيل الكتب والقصائد نعرض على الكتاب والسنة ما تزعل لو انت مسلم جد لما انتجيك الآية بتتبعه والكلام ده غلط يا ناس ده مش او كده أمسك الكتب حقاتهم والقصائد قالوا انه الأولياء بيخلقوا مع الله كتاب ليك سلام مني ليك سلام مني حق البرعي لا قلنا ينعل قبيلته لانعلنا أبو لا أم ولي حاجة قلنا قال هو القال يا أخو نشرة وعنده فرغة كاملة وجابه في تلفزيون السودان عرفتها وأناشيت والمتحة الناس بيطلبوها زول مش الحاجة لو هاي بمناسبة العودة من الحاجة دي متحة ليك سلام مني لأبو يا الشيخ بني فاشة وحبابتي ببوركينة فاسة ده ان احنا انا طلبت المتحة طلبها بلا وقالفها ونشرة ان احنا لما نجي نقول مخالف للقرآن والسنة ونحن طبعا ما بهم ما نزل يزعل من الحق لأنه ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وربنا قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الناس ما بيدوروا الحقيقة إلا من رحم الله عرفتها قال من كرامات الشيخ أحمد الطيب البشير إنه خلق من شجرة خلق ليه مرة قال ليه سلم لا الثانية قال المصطفى عركينة مع ودعلي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم تد قال ولي ونحن طبعا ما مشكلتنا مع الجينس يا أخوانا وما قلنا إنه زول مسلا يكون جينسه فلاتي أو غيره إنه ما ممكن يبقى ولي ممكن تبقى ولي لكن ما بيطريقة الصوفية عرفتها وممكن تبقى غور شي وانت عدل الله زي ما ربنا قال تبت يد أبي لهب وتب ولا ما قال قال فيبقى نحن مشكلتنا ما في الجينس يا أخوانا عشان ما في واحد يلعب عليك نحن ما بنتكلم عن الجينس ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله شنو أتقاكم عشان ما في واحد يلعب عليك نحن بنجد كلام نده مسؤولين منه ومشي أفتح فينا بلاغ كلام نده بتلقاهه في النت جاهزين القاضي يقول لي يقول تكيدا لي بجر الكتاب طوالي شغل جاهز ما جاية فيمتا في صوف دائر مناظرة برضو جاهزين لي مناظرة في رأس البيت فوق السهريج فيمتا تحت الوطى جاهزين تماما فأشاهد من الكلام يا أخوانا إنه دقى المصطفى عركين قال الحاجتة الفلاتي كان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار والدين ما في وسر لأن الزلل بيقول الدين في وسر معناه الرسول ما بلغ الدين كله وربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس دقى المرأة قالت له دائرة خادم لحد هنا ما حرم أمشي أجر واحدة بقروش خلها تنظف البيت المرأة تكون عيانة ما في مشكلة خلها تسولات تبيخ ما مشكلة ممكن تكون أم بعيدة أو ميتة وولدت ما في مشكلة ليه هنا قال أها قال وألحت عليه في ذلك قال إلا تجيب لي خادم تخدمني أها ما شاء فتش قال فأمر المريد بأن يأخذ فأسا وثوبا أنت دار تجيب خادم وإلا دار تعمل لك كمين فأسا وثوب قال ما شاء قال لشجر هناك قال فقطع عودا على قدر قامة الإنسان عود قدر طول الإنسان أغتاو بالتوب قال وَجَرَّ سُبْحَتَهُ فَجَعَلَ يَذْكُرَ اللَّهِ بِهِمَّ عَالِيَةً ثم قال يا بخيت يا بخيت يا بخيت ثلاث مرات قال فتحرك العود العود زاد أل كان عود تحرك وصار أمة قال فأخذتها من يدها فأوصلتها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم توفيت لا بننبزه ولا بنلعن قبلته نمسك القرآن أول صورة نزلت في القرآن صورة شنو العلق ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من شجر من علق يبقى البرع كالضاب ولا كلام الله كضب ده نمرة واحد نمرة اثنين ربنا قال قُتِلَ الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه ربنا خلق الإنسان من شنو قال من شنو من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شنو أنشره أديك آية ثانية ربنا قال هل أتى على الغران بس لا في حجو حجو أنا لي في زيارة هو والقمر يتعجعجو يا رسول الله شو ما في حجو ما في آيات وحديث وده اللي بمرقك يوم الغيامة والله والله ما يغشك أنبتاري ما يغشك شيخ بتاع طريقة شيخ بتاع فكيه زول ما عنده آية ولا حديث حتى لو جاك وعامل فوق زول على الحق والاستغامة وما بديك أدلة صحيحة ده ما تباريه ولا تباري راجل زاته ليه أنت تباري الرجال يا أخوة حتى تلقى شنبه ما شاء الله تربع السجن بشر زيك بيأكل وبيمرط وبيشقى هو ذاته محتاج أنه ربنا يرحم ويرزقه تمشي ليه بني آدم بني آدم زي البرع ده مات غسله وكفنه وربطه وجابه في العنقريب وصلوا عليه اللهم إن كان محسنا فزيد في إحساني وإن كان مسيحا فتجاوز عن سيئاتي ودخله جوه جوه ودى اللحد والردم طوب وكمان الشيوخ ما زينا نحن اللي بيعتبرونا ما شيوخ أنا وإنتان إحنا دين ما شوفو تساي بيعتبرونا طبعا في إمتى الشيخ بيعملوا له أسمنت يعني أنا ده لو في زوال بيقوم نقوم نحن ما يقوم الشيوخ والله يجد الشيخ بيعملوا له أسمنت انت ما شوفت قبة البرعي وسيراميك وبيضربوها جير وبيضبلو بيطبلة واحد قال لهم والله ده لو جونسين ما يقوم خليك من أبوك الشيخ في إمتى إيجي يقول لك بعد ده بعد ما إنت دفنته وقعدت جوه عرفته ودفنته بالتراب وعملت لا سيراميك تجي تقول يا أبويا الشيخ تلحقنا يا أخوانا الكلام كده يخليك من الأدلة الكلام ده بالعقل بيجي ما بيجي فالإنسان يا أخوانا يكون إنسان فاهم أعرف مشكلتنا شنون إحنا دي المشكلة بتاعت الرسل أن إحنا لالليلة بنناقش الناس إنه يا ناس الله خلقنا والله رزقنا والله بنزل المطرة والله بالدجنة للليلة أنت عارف أبو جهل لو جقر كتاب البرعي والله بيقول أنا أقرب للدين من البرعي أبو جهل لأنه أبو جهل لو سألت الخلقك منه ما نرجع للغران أنا كلامي صاحبا لغلط الميزان شنو الميزان شنو الغران والسنة قعدات الصلعب ما فيه عرفته ترجع لكلام ده في القرآن ربنا قال وَلَئِن سألتَهُم من خلق السماوات والأرض حيقولوا منه ربنا قال كده في القرآن ليقولن الله ربنا قال وَلَئِن سألتَهُم مَن خلقَهُم إِتُّ زَادْكُمْ مَن خلقَكُمْ مِنُهُ ربنا قال ليقولن الله الله قال كده ربنا قال قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُوا الْأَمْرَهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ المشركين ده المصحر الصحابة أصل الموضوع ده عارفين عشان كده المشركين كانوا في الرخاب شركوا بأله لكن في الشدة بيخلصوا الدين لله ربنا قال كده ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين المشرك لما يركب البحر والبحر يلعب بالسفين دار تغرق خلاس هنا بيخلصوا ما بيدعوا للات لالعز له بللا منات كلهم بيخلوه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ابن كثير زكر قصة في الموضوع ده قال عكرم ابن أبي جهل أبو جهل طبعا معروف فرعون الأمة ولده صحابي أسلم عام الفتح عرفته سبب إسلامه شنو النبي عليه الصلاة والسلام لما نجي يفتح مكة قال في ناس لو لقيتون مع اللقين بأستار الكعبة أقتلوهم منهم عكرهم لما سمع الكلام ده قام رقب البحر شاب ما يقتلوا ربنا داير به والخير قام البحر لعب بالسفينة حقته والموج بقى يلعب بالسفينة والمشركين بيقوا يدعوا الله براه معينه غزوة بدري دي والغزوات الفاتت كانت في الموضوع دا يعني لو خلوا جماعتهم دي في الرخاوة الشدة وبيقوا يدعوا الله براه كان المشكلة تحلت لكن أبو يخلوهم زي ما الليلة البرعي قال بناديه بناديه في كل قضية بناديه حيين ميتين بناديه ماذا شيري ما بتغيزنا نحن لأن الدين ما حق يانا ولا حق زول أنت بتغيز في ربك سبحانه وتعالى إن صحت العبارة في إمتى وبتبارز ربك عز وجل بالباطل والضلال فلما رقب البحر الجماعة بيقوا يدعوا الله ويكرم ابنادي في الله والعز وكذا المشركين قالوا ها هنا لا ينجي إلا الله قال لي جماعتك دي البر لما تكون التلاجة ملانة والمر كويسة والأولاد ما عندهم نزلة في إمتى والبرج ما طاقهم هناك تنادي جماعتك لكن قال لهم هنا ده قالوا له هنا ده انت ما عارف غانون الشرك واللجنون هنا ده ما يمرك كله الله قال لهم أنجاني في الشدة ولا ينجيني في الرخاء لإن أنجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا ما رقوا طوالي أصلا عليك الله عليك الله ده ما فهم أرقم الناس كتار الليلة فهم راغي عشان انت ما تزعل يا أخي ربنا بنجيك ربنا قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورة وزول الكلام ندى ما عاجبه وبزعل فيه وإي حاجة بعدين بتتورط يوم القيام ربنا عز وجل قال ويوم يعض الظالم يعني المشرك على يديه هنا انت الليلة لو فاتك لو انت تاجر فاتتك بيعة بتعضي شنو أصبعك صح لو انت بتع زراعة والموسم شفت كده من البداية كأنه ما ناجح شفت يعني مسلا انه للليلة مطر ما جات وكده قلت ما أزرع يا أخي عشان ما أخسر قام بعد شوية المطر نزل والناس زرعوا والزراعة نجحت يقول لك يا الله يجلت مني صح أو لا ما صح لكن يوم الغيامة انت قال شنوه ده بياكل إيده العلماء قالوا بياكل الإيد ليه المرفق هنا ليه المرفق من الحسرة ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وده كلامنا الهس يا ريت لو باريت الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ما لك ما باريته ليه ما باريت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا وفلان ده شيخ الطريقة أو الزولة ضل لك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر يعني عن القرآن بعد إذ جاءني ربنا قال وكان الشيطان أسمع الكلام ده كويس للإنسان خذولا دايما الشيطان بيورط الناس ناس السوق بيقول لك أداني موبايل ماسورة مش قول لك قلت له دائر موبايل أصلي جالكسي جاب لي واحد تجميع دبي ورطني شحن ما بيحن كويس الشيطان بيورط إذا ما شفت عمل شنو والله يا أخواننا بني آدم ديل مع إنه الغران ورام بني آدم ما بيتذكروا يتورطوا إنت ما شفت إبليس ورط ناس بدري كيف وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاروا لكم قال للمشركين رحم رجو النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تلتمية وسبعتاشر نفر ويتو ألف تكتار قال مغرى أبو جهل قال له ونحن ما بنرجع مش الغافلة حقتنا نجت أبو سفيان قال لهم يا ناس غافلتنا نجت أرجعوا أبو جهل قال والله ما بنرجع قال نحن يا ناس قال نحن يا ناس نقعد هنا ونقاتل محمدا ونقتل محمدا وننتصر عليه وتسمع بنا العرب وتغني لنا القيان داري طقها طبعا وفيه وكلة بتاعين أبو جهل قاعدين شيوعين وجماعة ديال عندهم يوم أصبر لهم بس فهمت الحاصل المهم الشائد من الكلام إنه ريكي براس أبو جهل وما سمع الكلام ما سمع كلام أبو سفيان والشيطان غروا قال له وإدت كتار المسلمين بساط أقتلوه ربنا قال فلما تراءت الفئتان ما ربنا يوم بدر نزل الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بشنو بألف من الملائكة مردفين لما شاف إبليس الملائكة عرف الموضوع ده وإبليس عارف الحقيقة طبعا قام ورط لك أبو جهل وزي ما بقوله الجماعة كبر منه خلاه مورط الرفتاء وأبو جهل قطعوا له رأسه الليلة ناس عارفين الحق قرآن عندهم سنة عندهم شاكده دل بشكوم الرسول يوم القيامة ودائر الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته حق لكن بالدول الموحدين الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام ودائر إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون هو في لوائه ويشرب من حوض الكوثر لكن ما جاب عقيدة صحيحة انت ما سمعت داك قال شنو قال جيناك يا كاب الحمل لا دنيا لا دين لا عمل هسي أنا غفير بشغلك لا دنيا لا دين لا عمل يسوي بيك شنو يتا يا ناس الزول ما يبقى للدرجة دي قالوا عصاة انتشرب الدكاي يعني المريسة مع الصديق سديد الرأي بجيهم القيامة ده ما غرور يا أخوان نحن الكلام ده بنقوله عشان الزول ينجد عقيدته عقيدة ما عندك آخر ما عندك ربنا قال سبحانه وتعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم شنو يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاه فحبطت أعمالهم ربنا قال عندهم أعمال عندهم صدقة عندهم صلة أرحام عندهم بالوالدين عندهم صلاة في الجامع يمكن يكون عنده تحفيظ غرآن إلى آخر لكن لأنه أشرك بالله ربنا قال فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا عشان كده أخوانا الدعاة خايفين على الناس أنت لو مت ببنجوية ولا بمريسة ودي حرام محرمات أو لو مت زاني أو سارك أو غير من المحرمات غير الشرك ربنا قد يعزبك وقد يغفر لك تخش الجنة لكن لو لقيت ربك سبحانه وتعالى بالشرك ربنا ما بيغفر لك ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دا كله خلكم تعال شوف يوم القيامة ربنا قال في صورة إبراهيم دا الغرآن المشكلة أخواننا الناس القرآن ما بيسمعه بس في المدايح تما سمعت آخر متحة بيقولوا يختموا بها الحفلات كمان والله إذا تشغل عجيب مكاشف الغوم يطوف بمجلة ختم ياسين الدول سلسلة أكاكين فكاكين الشايق شايله رطينة واقف حمار في الطين راجي الصالحين يدول بنزمة طيار يطير مع الطائرين طيب مفروض الحميرين تكون واقفة لأنه بنزمة ما فصحة الله ما صحة يا ناس ما تلعبوا علينا وتلقى الناس بيرقصوا ما فأمين العاصل يا ناس الله ديكم اتأمل الشغل دا شنه ذاته هو شنه ربنا قالوا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا أنا في الدنيا كنت معاك عشرة آلاف ماسكة في راية دي متحة عشرة آلاف ساكة كوباية عشرة آلاف رايحة ما جاية شوف الكلام دا كيف والله نحن خايفين عليهم الثلاثين ألف القبل شوية دي والله خايفين عليهم ربنا قالوا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا الشيخ انت قلت لها الختمية سفينة نوح ألحق نفسك قبل تروح أها نحن في جهنم في طريقة نمرك ربنا سبحانه وتعالى قال فهل أنتم مغنون عننا من عذاب الله من شيء ديلك عارفين ان الدراويج دي البولة دا ما بيفهمه وقاعد معك في جهنم لو في طريقة مش كاملك لكن ما بيفهم قام داك ما عارفه ما بيفهم قال لي قام قال لي قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا لو اتجرسنا جوى جهنم أم صبرنا أو زي ما بقول لك شنو لبد للعذاب أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص يعني ما عندنا طريقة نمرك من جهنم وهناك ربنا سبحانه وتعالى قال قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وبعد ذلك بيجي إبليس اخطفوكم في صورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ربنا وعدكم وعد حق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني اتخيل دقاعد في جهنم اتا الليلة وما الجمعة بتجي للخطيب وتتريح وتستغتسل وتقرى صورة الكاف ومستمتع وإيمانياتك تزيد تكون جوى جهنم وخطيبك إبليس شوف شوف ده عذاب ذاته دي حسرة وإبليس داري وريهم إنه أنه إحنا قاعدين هنا زي ما قالوا الجماعة صاب بنا مرقى ما في تاني قال لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب ألم ده خير يا أخوانا كلام ده كويس بعدين البتدعو مما روحك تجي تمرك الملائكة بتعذبك أهل الملائكة برضو أهابية ربنا قال في صورة العراف إنت أفتح المصحف عشان ما تطورت بعدين ربنا عز وجل قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذب أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال المفسرون أي من العذاب يعني ربنا بعذبوا حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله لمن الملائكة تجي تقبض روحه بتقول لهم وينهم الكتب تناديهم من دون الله يبقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لي كرعية واحد قال لي دا حجاب ولا برول من فوق لي تحت ما الملائكة بتسألك والروح دي ما أرقى دي أخواننا مواغف نحن كلامنا دا خلوا وديوا الهوى لكن افتح الغرآن وشوف الآيات دي هل هي موجودة ولا لا صورة العراف أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ربنا قالوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قيل ادخلوا قال ادخلوا في أمم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها هنا في الدنيا بيجر لك القرقاب العكاز بتاعه بيضاربك وات كلهم فابو يا شيخ في الآخرة كيف افتح المصحف ربنا قال كلما دخلت أمة لو مات على الشرك لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال ابن كثير حتى إذا أدركت الأمة الأخيرة الأمة الأولى لما يقعدوا ويتجمعوا كلهم مع بعض قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار يا الله دب اللهم ديلا الورطون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون شوف الكلام ذا كيف ربنا قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء والآية دي قراء الرسول عليه الصلاة والسلام مفسرة قالوا المشرق الملائكة بتصعد بروحه تطلع بها فوق فيقال لمن هذه الروح الخبيثة لأنه بكون عندها ريحة عفنة قال فيقال لفلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا وهنا في ناس مدلنهم أسماء شيئا خلاص وين يا الشباب تلقوا وين يا فرعون شون يا ودى الكلب صح ولا ما صح كلام دا ما في تلقى دا يوم الملائكة لما يقبضوا روحه بدو بأسوأ أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا قال فلا تفتح لهم أبواب السماء قال وتطرح هذه الروح طرحا وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيط عذاب يا أخوان دا كل بسبب شنو نختم لك بحديث نبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لأهون أهل النار عذابا قال لك أهون أهل النار عذابا دا عنده جمرة تحت كراع تحت يغلي منها رأسه قال يحسب أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا قال الروح أخطر زول وفي داعي لي دا رفتها النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول له الله يوم القيامة لو كان لك الدنيا بعمارات بس الناس عاملين مشاكل كثيرة أن إحنا نبقى حاكم وأنت ما تبقى وأقلبوها وأعدلوها في الدنيا عمارات أموال دولارات عربات طيارات نساء كويس ملوك دهب الماص زخرف بتاع دنيا غصور شغلة طويلة ربنا بقول له لو كان لك الدنيا ومش براها ثلاثة مرات ومثلها معها أكنت مفتديا بها من عذاب النار بتدفعش أن نمرقك فيقول أي والله يا رب بيحلف حليفة نجيضة في الدنيا هنا بقول لك وحات أبوي وحات القعدة وحات وحات النبي ها وحات أولاده ها هذا ما شرك لكن في الآخر شرك ما فيه بيحلف بها الله بس يقول أي والله يا رب فيقول له الله كذبت قد أردت منك ما هو أهوى من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشيئ ربنا قال ربنا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا اتخيل ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ده بيسبب شنو بيسبب الشرك والشرك دي أخواننا بيحبط لك عملك وما بتستفيد منه لا دنيا لآخرة بل سبب البلاو الليلة نحن فيها كلها الشرك الغران قال كده ما تسمع لك واحد عامل فوق سياسي والليلة يزول بقى سياسي وافتكر وينبسغت ثم تمحورت وإننا في ظل هذه الحريات اه انت ما عارف الغران والرانة لكن انت ما دار تختنع بس ما دار تختنع البركات دي كلها بجيبها الله ربنا قال ظهر الفساد العلماء قالوا الفساد مش التبرج وقلت لا دب صح ده فساد لكن ده ما المقصود جور السلطان وشدة المؤونة وذهاب البركة يقول لك زمان والله العشر اقيت والصينية دي اقلوا فيها اطناشر والبركة مشت السبب شنو ربنا قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان اكثرهم مشركين السبب الشري واخوانا اتكلموا ليك عن ناس سبب ناس كان بيسافروا من بلد لبلد تحت ظلال الاشجار وفي الشارع بتلقى لكم حل تأكل وتشرب وتتزود وانهار جارية وارزاق دارة وأمور مجيها كلهم من رزق ربكم واشكروا له أسي الليلة واحد الغنماية ربنا يديها ليه يقول لك يا زول والله إما الفقر ديل بهايمدي تشد كاماتا ويعليك حجاب للغنماية والله يا أخوانا دي مصيبة عرفته زي ما قال المسألة السوداني الخيل تجقلب واشكر ليه حمات ربنا يرزق ويشكره غيره أسي الليلة انت لو ولدك بتديه وتأكله وتشربه يقول والله يا أبوي تعارف خالدة ما أقصر معي تقول لي ابني الذين أنا بأكلك ويتا تقول لي بتطرد من البيت صح ولا ما صح يا أخي ربك برزقك وربك بالديك ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ربنا قال متاعا لكم ولأنعامكم يا أخ رزق من الله ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون رزقك ما عن بشر ولا عن أحد خلي عقيدتك لي يا الله داني مرة واحد ما عليش طولنا الشيء الثاني تكون متابع راجل واحد يا خطة لو قلنا لك خلي شيوخك وامسك شيوخنا أزعل من حقك لكن لا شيوخي لا شيوخك ولا بشر تابع راجل واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى الناس كلها حافظة الحديث لكن لما نجي نطبق ده هنا المحق المحق واحد تقول يا زول قصر توبك قل لك يا أخ ده تشدد يا ده رجعية وتخلف وده شنو ده يا أخ هول بلد ما فيها قماش يعني ده شنو ده يعني التخلف ده يجي تاني يوم يجي جونسينة جونسينة يلبس له ثلاثة ربع تلقاه وليبس ثلاثة ربع أنت تتخلع تقول لي الله ما شاء الله مطبق السنة قل لك سنة شنوية ده جونسينة يا أخ يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيفتخر بها بيفتخر بالكفار تباري راجل واحد عقيدتك زي عقيدته عبادتك زي عبادته ما تجيب لك نوبات وطارات واسكار ما أنزل الله بها من سلطان لأنه بتجيهم القيامة وما عندها قيمة تقول يا الله أنا والله جيت جيت ليه بألفية شهيلة في شوالين شوال فاضي واحد في ولل فيها كر 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 يدخل هناك تاني يقبل كر 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 يرجع في امتزي جار الشحن يا زول ده جنوده ده جنوده ده عبادة ربنا أمرك بها الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بيذكر الله لما نذكر الله ربنا قال ألا بذكر الله شنو لكن ده بذكر الله يقوم الغبار أهذا كيف ده ده حق الرسول فزول يا أخواننا إباري راجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن ما عندنا جماعة ولا تبقى ولا جماعة جماعة بتضيعك وده الفرقة الناس ده الانصار صنة وده الصوفية وده الكيزان وده العلمانين وده الشيوعين هوس ده كله هوس نباري واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة